واحدة واحدة هل عندنا اكتفاء ذاتي من سلع ومنتجات؟ آه طيب هل كل السلع والمنتجات اكتفاءنا الذاتي منها 100%؟ لا لكن تعال نشوف نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح سلعتنا الأهم العيش لقمة العيش مخزون آمن لحد نهاية العام نسبة اكتفاءنا منه 65% بعد العامح يجي ايه؟ الزيت عندنا مدة تغطية 5 شهور ونسبة اكتفاءنا منه 30% اكتفاء ذاتي طيب الفول عندنا مدة تغطية 3 شهور بنسبة اكتفاء ذاتي 30% الرز احنا بإذن الله سبحانه وتعالى اكتفاء ذاتي 100% ونسبة تغطيتنا 6.5 شهر يعني قاعد 6.5 شهر الحمد لله أنا في التمام جدا قوي خالص طيب دلها مدة تغطية بتاعتي طيب الدواجن عندي مدة تغطية 6.5 شهر 6 شهور ونص نسبة اكتفاء ذاتي قد ايه بقى من الدواجن 97% تعالى نشوف اللحوم الحية اكتفاء ذاتي 57% ماشي الكلام؟ طيب تقعد معايا مدة تغطية قد ايه؟ 9 شهور ونص السكر مدة تغطية بتاعتنا 4 شهور ونص بنسبة اكتفاء ذاتي 87% الماكارونا مدة تغطية بتاعتي 5 شهور ونسبة الاكتفاء بتاعتي 100% شوف انت عندك الرز والماكارونا 100% اكتفاء ذاتي خدت بالك الرز 6 شهور ونص الماكارونا 5 شهور اللي أنا عايز اقوله لحضرتك ايه لو لاحظت في كل اللي احنا شايفينه قدامنا احنا شايفين مدد التغطية بتاعتنا آمنة جدا